السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم لتسير الأحلام فسر ابن سيرين رؤية الأخ في المنام بالمشاركة والمساعدة بالمال ورؤية الأخ غاضب في الحلم تدل على سوء العلاقة معه وتطرابها وتشير رؤية الأخ مبتسم في المنام إلى التآلف بينهم ومن رأى أخوه مريضا في الحلم فهذا يدل على تعسر الأحوال ورؤية الأخ المتوفى في المنام تدل على الوحدة والحاجة للأنس ورؤية الأخ الصغير في المنام تدل على البهجة والسرور ورؤية الأخ الصغير يصرخ في الحلم تدل على تعب الرأي وضغوطات الحياة الكبيرة عليه ومن رأى أخاه الصغير يبكي في المنام فهذا يدل على ذهب هم وغم أما رؤية الأخ الصغير يتألم في الحلم تدل على حاجته للرشد والنصائح ورؤية رعاية الأخ الصغير في المنام تدل على حسن بر الرأي أما رؤية الأخ الكبير في المنام فتدل على العزوة والسند وتدل رؤية زواج الأخ الكبير في الحلم على ممثعة كبيرة ينالها الرأي ورؤية الاحتفال بعرص الأخ الكبير في المنام تدل على فرحة ومناسبة قريبة أما رؤية الأخ الكبير في بدلة سوداء في الحلم فيدل على الزيادة في هيبة وتوليه منصب عالي أما رؤية مصافحة الأخ في المنام تدل على حل خلافات ومشاكل وأمور عائلية عالقة رؤية مصافحة الأخ باليد اليمنى في الحلم تدل على التعاون بينهما أما رؤية عناق الأخ في المنام فتدل على التعاضد والتكاتف باعه وعناق الأخ المتوفى في المنام يدل على الحب والاشتياق له رؤية الشجار مع الأخ في المنام تدل على نشوب الخلافات العائلية ونرى أنه يتشجر مع أخيه الأكبر بالكلام في الحلم فهذا يدل على نشوب الفتنة في العائلة أما رؤية الأخ يضحك في المنام فتدل على اللم العائل والتواد والتأخي ومن رأى أخاه يضحك بصوت عالي في الحلم فهذا يدل على مواجهة المشاكل العديدة أما الخوف من الأخ في المنام فدليل أن على صلة الرحم والتعاون بينهما أما رؤية عودة الأخ في المنام تدل على ذريته وماله ومن رأى أخاه ينذع سيابه ويتعرف في المنام فهذا يدل على قيامه بفعل سيء لسمعته بين الناس أما رؤية الجماع مع الأخ في المنام فتدل على الحصول على الحماية منه ومن رأى أن أخاه يريد مجامعته في الحلم فذلك يدل على توليه أمرها أما بيت الأخ في المنام فيدل على لمشا من العائلة والطراحة بين أفرادها ورؤية موت الأخ في المنام تدل على النقص والقوة والمساندة ومن رأى أخاه مات ويبكي عليه في الحلم فهذا يدل على المرور بالظروف الصعبة ورؤية الأخ في المنام للرجل تدل على نين القوة والمساعدة في الأعمال وإذا رأى الرجل أنه يصافح أخاه في الحلم فهذا يدل على التعاون معه والمشاركة ورؤية تقبيل الأخ في المنام تدل على نعمة أو نفع بأمره ورؤية الأخ في المنام للعزباء دل على الحصول على الحماية ودل رؤية الأخ الكبير في الحلم للعزباء على دعمها أو مساندتها أما رؤية الأخ في المنام المتزوجة فيدل على قوة الحب والعاطفة مع أهلهم كما تدل رؤية الأخ الكبير في الحلم المتزوجة على السند والعذذ الذي تناله عائلته أما رؤية الأخ في المنام للحامل فيدل على الحصول على المساعدة من الأهل وإذا رأت المرأة الحامل أن أخوها ميت في الحن فهذا يدل على الشوق له أما رؤية الأخ في المنام المطلقة فيدل على تحصيل حقوقها والله أعلم تمنى أن ينال التفسير عجابكم إلى اللقاء في تفسير جديد إن شاء الله